بسم الله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير نبينا وشفيعنا وحيون محمد اخواني اخواتي الغوالي على القلب جيه 2008 حص اليوم كثير حلوه وسهل كثير 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 عبارة عن جمع وطرح وضرب كثيرات الحدود اليوم راح تعلم كيف راح اجمع واطرح واضرب اذا كان اقتران كليات اكسات بعجقة اكسات ولكن بفهم مشرح فوق الوصف طب بالطب اخواني اخواتي راح نبدأ لشكل عادة بتجمع ونعطيكم كيف طريقة تجمع كثير سمبل والحلوة وسهلة كيف بدي اجمع كثيرات الحدود برول غالي على القلب قل لي سؤال جد ناتج جمع ميلي معطين F of X معطين G of X F of X عبارة عن 2X تربيع ناقص 5X تكعيب زائد 4X ناقص 9 معطيني G of X برول حبيب نصيحة اخوك يا غالي على قلبي اول شغلة بترتبلي اياهم على الصور القياسية ايش نحن على الصور القياسية خد ما نحصل ماضية الصور القياسية يعني نرتبهم من X الكبيرة للX الصغيرة يعني مثلا X تكعيب بعدين X تربيع بعدين X بعدين الحد الثابت فتعال خنرتبهم مع الصورة القياسية نجعل F الاولى بيك بوس X تكعيب بس بروا ما اشارته تنساهاش يعني سالب 5X تكعيب بعدين X تربيع يعني زائد 2X تربيع بعدين X هي زائد 4X بعدين نقصها تعال خنرتب الثاني نفس العملية مين عندي 7X تكعيب X تربيع في عندي لا نصيحتي عشان تريحها لك حط زائد 0 انه ما فيه عشان راكي منتذكر ما في X تربيع زائد X عادي بيايا صح في زائد 6X وهي زائد 4 ايه برو انا اول خطوة بعملها اول خطوة بعملها اول خطوة بعملها بعيد ترتيب المعادلتين كيف؟ على الصورة القياسية برطب الاولى X تكعيب X تربيع X ثابت بعدين بعيد ترتيب الثانية نفس العملية ايه برو اذا ما لقيت X تربيع او ما لقيت احد هاي الحدود بحط محل صفر عشان اميزه وريح مخي وريح راسي تعالي حبيب القلب خلنا نجمع سالب خمسة برو بجمع الحدود بس لقام المعاملات يعني سالب خمسة مع السبعة سبعة ناقص خمسة بتصير اثنين الثين مين اثنين X تكعيب باجي هون X تربيع معها ايش لا بتنزل زي ما هي هاي اثنين X تربيع ليش؟ ما فيش هي نجمع معها باجي هون هي زائد 4X زائد 6X بجمع المعاملات 4 زائد 6 بعطيني هاي عشرة X باجي هون الإشارة ليست الله علم حسب إشارة طول الجوز سالب تسعة مع موجب أربعة قلنا اذا كانوا مختلفات بطرح وشارط الأكبر فتسعة ناقص أربعة خمسة بتصير سالب خمسة وهيك بكون خلصت خلصت السؤال معقد الملايين حط على اليوتيوب السؤال معقد الملايين بطلع لك جميع كثيرات الحدود فموضوع كثير سهل أخوي أول شغلي لازم أعيد ترتيب على الصورة القياسية بمسك ال-F بمسك ال-G باجي على F وف-X برتبها الأول X تكعيب بس برو بشان الله قوعك تنسى السالب هاي سالب خمسة X تكعيب قوعك تروع عن بالك لأنه أنا متأكد الأغلب راح نروع على المتحان حط خمسة X تكعيب ينسى السالب فبتزم الرقم مع إشارته سالب خمسة عدنا ترتيبها اللي لاحظته أنه لما عدت ترتيب ال-G ما لقيت عنده إكستر بيع قال لي عادي حط محل صفر شو أسوي؟ بحط زائد صفر ما بي إشي زائد صفر وخلصنا هذا هو درس جميع كثيرات الحدود له هاي فكرته إذا مش إيزتلتل حاط له مجال أنا مش فاهم ليش بعزك بالورقة أخوي مبعزك الدنيا بالدوسية تعالي هون اللي بعده أخوي الحبيب واختي الغالية تعالوا لي هون نفس النظام بدي F زائد G نتساعد أنا وياك وياكي بالحل قلنا أول خطوة زي ما علمنا نستاذ راشد لازم أعيد ترتيب السؤال كيف؟ على الصورة القياسية تعالي هون الأول X تكعيب يعني هيك قال إنه مصعب السؤال قال بس بزيح لي إياها إنه عمل إشي معقد والأخوي ترنبينه فبالأول بحط له ثمانية X تكعيب بالأول شو راح نزل له وبنزل الأول هي ثمانية X تكعيب بعدين قلنا X تربيع من هي؟ إشارتها موجب يا زلم حط زائد ثلاث X تربيع بعدين X تكعيب زائد ثنين X بعدين رقم اللحاد ونسمينا الحد الثابت الحد الثابت عندي هون زائد ثلاثة عشر بعد جتاعت إنه عيد ترتيب X تكعيب الأولى مرتبة سالب أربع X تكعيب X تربيع هي موجودة زائد ستة X تربيع واضحة عندي في عندي X هون عادية؟ لا شو بدي أسوي إذا ما لقيت هذا الحد؟ قل لي هيني؟ حط له زائد صفر هي زائد صفر بعدين الحد الثابت ناقص خمسة بحط شحة تساذي القلوب وهون بحط شحة تجمع ويلا نتجنع مع بعض ثمانية X تكعيب نقص أربعة أرقام مع أرقام ثمانية ناقص أربعة هي أربعة X تكعيب زائد عشان كله زائدات أكيد زائد ثلاثة زائد ستة تسعة X تربيع تعالي برو ثين اكس مع صفر رح أضلها ثين اكس ثلاثة عش ناقص خمسة اعمل لي فاندي من تلتاعك هذا بطلع زائد ثمانية وهيك ما نكون أنهيناها أسهل من كده ما فيش عن جد أسهل من كده ما فيش أخواني وخواتي الدكاتري تعالوا لي هون مع بعض F زائد G مرة ثانية ولكن المرة بدين تتحلوا لي نعيد ترتيب والله إنه نحله على الصامت تعالي على الأولى الأولى ستكون الأولى ثنين X تكعيب بعدين زائد خمسة X تربيع بعدين بنتقل للX من X تاعتي اللي هي سبعة مية مية بعدين زائد سبعة X بعدين الناقص عشرة باجع الجي بعيد ترتيبها نفسي عمرية سالب X تكعيب زائد ثنين X تربيع هو النمر ريحني مرتب ليها بقول لي مشان الله حل بس يخلف عليك أي خمسة X زائد ثلاثة عشر شخطتنا وحط إشارة الزائد أخي نجمع أخوي ثنين X تكعيب نقص اسمع إذا ما في رقم باعتبر الواحد قلنا هذا اعتبر الواحد فاثنين نقص واحد بتصير واحد واحد X تكعيب انت حط X تكعيب لحالة لو حطت الواحد ما بأثرة عادي صحي يعني ليش؟ اثنين X تكعيب معك ثنتين نقص X تكعيب بقول الواحد X تكعيب زائد خمسة زائد ثنين بتصير سبعة X تربيع اللي بعده سبعة X نقص خمسة سبعة نقص خمسة ثنين والثنين موجب أكيد فزائد ثنين X العملية الأخيرة الثلاثة عشرة موجب ثلاث يا السلام أنا هيك بقدر أعلنها بعد هذا السرعة خلص طول الله سادة راشد فعليا بتجمع ما فيش أي مجال للخربطة يا السلام عليكو أخواني أوب 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 انت متخيل ان احنا بهاي السرعة خلصا نجمع كثيرات الحدود إبداع نجا على الطرح الطرح سادة راشد اختراع له عملية وقصة كثير سهلة بس أخوي بدي تصحصيح لموقك معي لإني راح أحاول الطرح لطريقة جدا سهلة تضمن ما نخربط بالامتحان وما نخربط أثنين الحل هسا الفكرة بعدية هي طرح كثيرات الحدود قولي إذا كان بعطين Fx بعطين Gx وبقولي على بلاطة بدي Fx ناقص Gx شو بقولي على بلاطة هاشتاك بدي تطرح أيوه برو عندي طريقة راح تخش بالحيط أنا بقول لك أوليتها أنا راح أعترفل لك وهتخش بالحيط ولكن ركز بيها شوي أقسم بالله سهلة ايش هي هاي الطريقة؟ بقولي بالله بدي أنا F ناقص G الأول هذا الـ F بتنسخل إياه زي ما هو الأول بتنسخل إياه زي ما هو إذا حاب تعيد ترتيبه بعيده يعني بس فكرة بتنسخل إياك زي ما هو كيف يعني؟ بصير 2x تربيع ناقص 5x ناقص 3 نعيد عند الطريح الأولى هاي قال لي بتنسخها زي ما هي طبعتها وهي مرتبة سنجاها زي سعدين ومريحني يعني الثانية الثانية اللي هون اللي هي رقم 2 قال لي بتعكس لي إشاراتها يعني بتعيد ترتيبها وبتعكس إشاراتها كيف؟ تعالي فرجيك تعالوا تعالوا عقوة معلم أنيس تعالوا تعالوا يا غوالي نعيد ترتيب أو ش بيجي عندي هاي؟ المفروض أكتب له سالب 7x تربيع بس قل لي معلومة دايما الحدي الثاني بعكس إشارته كيف يعني بعكس؟ السالب بخليه موجب والموجب بخليه سالب كيف؟ تعالوا أرجيك سالب 7x تربيع بتصير موجب 7x تربيع 6x اللي هي موجب هايها موجب بتصير سالب سالب 6x سالب 8 بتصير موجب هاي موجب 8 بخليه وبخليه وبخليه أنا بطريقة أستاذ راشد بحاول أطرح لجمع إنه الجمع لعبتي الجمع لعبتنا السالب وعليق طريقتي هتاب تخش بالحيط إلا ما تخربط هاي أضمن أضمن عيد سواء شو اللي بصير قاعد والستاذ فهمنا عشان الله أخوي الحد الأول تنسخ اللي يازمه الحد الثاني نصيحتي أقول لك كيف تحل بالامتحان نغيره للأحمر بتعال فرجيك بالامتحان كيف تحل الحد الثاني بغير إشاراته تعال على المسألة بدل موجب خليليها سالب أسأل طريقة بدل سالب خليها موجب خليها موجب فدائما الثاني بغير إشاراتها ليحلي بعدين برطبها والله يكب أحس أحسن إنه أوشي بعكس الإشارة بعدين بعيد ترتيب كيف يعني؟ نعيد ترتيب هاي موجب صارت 7x تربيع موجب هاي هاي موجب صارت طيب صارت صليب هاي الله هاي موجب تمام هاي أيه وهاي موجب ف7x تربيع بعدين ناقص 6x بعدين موجب ثمانية فأحسن أحسن خين عدل عدل شروحات الفخمة سريع سريع نعتمد أول شغلي بعد الإشارات دائما إذا بتلمح طرحه اقرأ fx ناقص g روعة g غيره بروعة gx بغير كل إشاراته كيف يعني بغير؟ السالب بخليه موجب والموجب بخليه سالب وأنا بهاي الحركة بكون حولت الطرح لجمعه وهليه السؤال طبيعي تعال خلينا جمعه نحلم بعض اثنين زائت سبعة تسعة اكس تربيع سالب خمسة سالب ستة سالب 11x ثمانية نقص ثلاث زائت خمسة والله خلو نشوف كمان سؤال عشان ثبيته أكثر أخوي القطلة منها واحد بالمئة بس التسعة وتسعين بالمئة هون رح تلقطن هون التسعة وتسعين بالمئة رح تلقطن هون اوه شغلي ف و جيب يعطيني سؤال ايش بدون ايش طلب؟ قل لي ايوه حدق قل لي بدي جي ناقص F ايوه ش يعني جي ناقص F مين رح اعكس ايش هون رح اعكس F مئة بالمئة بطلع F طوالي على السؤال بعكس سراته الموجب بيصير سالب السالب بيصير موجب الموجب خربش 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 خليه سالب الموجب خربش خربش خليه سالب فدائما اكتب لي بالعربة عندك ايش اكتب لي؟ انه بغير اشارات الحد الثاني دائما كيف بغير؟ الموجب بيصير سالب والسالب بيصير موجب برو قل لي بدي جي ناقص F بلش بالجي جي هي رقم واحد اطبع جي طباعة جي اكس تكعيب بعدين بيجي اكس تربيع بعدين بيجي اكس عندها اكس لا شو بحط؟ بحط زاد صفر عادي ما فيه ما فيه مشكلة صفر الحد الثابت ناقص 14 هس بنسخ الأف زي موم انا غيرت اشارتك بطبعك تعال سالب 5 اكس تكعيب بعدين تربيع زائد غيرتها 12 اكس تربيع بعدين ناقص 3 اكس بعدين ناقص 20 حط شهطتنا وحط الجمع تاعنا مية بالمية فبرو خلينا نخليها بالنا عند الطرح بغير اشاراتي لحد الثاني وين على السؤال بحل فوق السؤال هيك بريحها لي احسن ما يصير اغير ذهني لا لا هيك ما خربط دغني بغير اشارات سؤالي وبحل على اساس انه جمع بعمل حال ليبي وليل علاقة تعال هنا اسمع الرقم بعتبر 1 1 ناقص 5 سالب 4 اكس تكعيب 6 زائد 12 زائد 18 اكس تربيع صفر مع ناقص بتنزل هاي زي مهم عشراتها اللي هي ايش ناقص 3 اكس سالب 14 و 27 راح اجمع كونه نفس الاشارة اجمع 4 زائد صفر سير سالب 34 لحالها very nice لا حلوين فالفكرة عند الطرح بتغير اشارات الحد الثاني كيف اغيره السالب بخليه موجب والموجب بخليه سالب وبحل ان السؤال جمع طبيعي ما فيه اي تعديل او اي شي بخليب لازم تحل لازم تحرك ليدك الواجب كالتالي احاول احاول ايلي مساحة ايو هاي هنا مثلا نكتبه هناك بالازرق عشان ازرق بحسه بيين اكثر يصراك كالتالي اف ال اكس ضيفي لي ابرو عدوسية اف ال اكس يساوي نعطيك اف ال اكس اف ال اثنين اكس تربيع زائد سبعة اكس زائد عشرة جيل اكس تاعي بيساوي سالب اثنين اكس تكعيب زائد خمسة اكس تربيع ناقص اثنين اكس ناقص ثلاثة عشرة جد ايش بدي بدي اف ال اكس ناقص جيل اكس حلول اياها وبعثول اياها عشان شوف من اللي ثبت الطرح مية بالمية ولا تنسى تعكس اشارات الحد الثاني وهسا بعد ما خلصتنا الطريح اللي هو اصلا نقول نفس الجمع بس بغي اشارات نروع على البلدوزر الاخير ضرب كثيرات الحدود كيف راح اضرب الاقترانين مع بعض برو عندي ملخص فخم للضرب ايش يقول الملخص تاعي قل لي سؤال جد ناتج ضرب اف ال اكس دوت جيل اكس خطوات الضرب قل لي هون اضرب اول خطوة اشي اول خطوة برو اعطيك خطوات حل الضرب اول شغلة بتعملي اللي قوسين قوس دائما الاول بتعملي اه احنا خلينا نثبتها برو قال لي القوس الاول بتعملي يالا مين للحد الصغير اسمع مين اول ما تفرق مين اول عادي ما تفرق اول قوس الحد الاصغر هو مين ثلاث اكس تكعيب اول قوس اللي بعده الحد الكبير اللي هو ثنين اكس تربيع ناقص خمس اكس ناقص اربعة واذا كانوا قد بعض عادي بقاطين جنب بعض ما تفرق ابروه الحبيب الغالي علي ايش بدك تعمل هسه؟ بتدخل الحد الصغير على الحد الكبير يعني هاي الثلاث اكس تكعيب راح تدخل على هاي وعلى هاي وعلى هاي وعلى هاي عبارة عن قصف هون وهون وهون تعال خلينا بلش حل برو الملخص كالتالي هذا ما يفوت بفوت ضرب فالرقم يضرب الأرقام تضرب والإكسات تجمع ملخص الضرب كامل الأعداد والأرقام تضرب إما الإكس اللي هي المتغيرات تجمع الأعداد تضرب نكسوها بالعربي الأعداد تضرب والمتغيرات يعني إكسات بالعامية شمع متغيرات تجمع تعال فأجيك الشغل النظيف كيف قصدي برو ثلاث ضرب اثنين ستة ثلاث ضرب اثنين شو بلنا ستة إكس تكعيب وإكس تربيعب تجمع لي الإكسات إكس قوة خمسة ليش؟ ثلاث حبات وحبتين خمس حبات ثلاثة واثنين خمسة فملخص كامل هايوا الأعداد تضرب العداد اللي برا تضرب العداد إما الإكسات جمع وواق تحكي ضرب ليش؟ في جملة كل حافظة خطوة زمان إشية أعيدها ونت راح تكمل لحالك بالفترة الأسس عند ضرب تجمع الكل حكا تجمع متأكد ثقة بالله الأسس عند ضرب تجمع ليش؟ هاي الأسس اللي فوق عند الضرب انجمعت تجمع فهذا دائما ضرب برا تمام؟ بقول لحكا تاخن عيدها مرة ثانية ثلاث ضرب اثنين ستة إكس تكعيب إكس تربيع إجمعها إكس قوة خمسة هسا ثلاث إكس تكعيب ضرب تجنبها بدي أحط إشارات بالأول عشان يعرف شو الإشارة كيف؟ موجب ضرب سالب سالب ثلاث ضرب خمسة هاي خمسة عشر إكس تكعيب وإكس واحدة بصير إكس قوة أربعة أربعة حبات ليش؟ ثلاث حبات وحبة ثلاث أربعة بين الإكسات تجمع تعالي بعده نضرب هالسهاي بالأخيرة نحط إشارات أول إشي موجب انت موجب مع سالب بتصير سالب موجب ضرب سالب سالب الأعداد تضرب والإكسات تجمع ثلاث ضرب أربعة أطنعش إكس تكعيب آه ما بيشي نزلها خلاص إكس تكعيب ما فيه إشي باي باي خاص هو الضرب وراح انتهى اتفرتك يا زماني سعديني اللي بعده رقم الثنين سؤال رقم الثنين بحطي نجم بعض أقواس ما فيها أي مشكلة تعال قد بعض بيش مشكلة تعال بلش بهاي هاي خمس إكس تربيع زائد أربعة والثاني سبعة إكس زائد اثنين تعال خلينا نبلش أنا متعوز كنت مدلع مدلع العيلي آخ العنقود كيف يعني؟ حاطيني سؤال سهل ليك شغلي واحدة بتفوت هون 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 صلى الله مبارك حس اللي بعده عبارة عن أخ وسطاني يعني شو أخ وسطاني؟ تعال شوف شاني أخ وسطاني بروح حبيب إذا أعطاني قوسين نوعا ما طوال شوي تمسك الأول تضرب لي هون وهون ضرب وقلنا الأرقام تضرب والإكسات تجمع بس تخلص لسه بحفلة شو حفلة؟ بتمسك الأربعة برضو هون وهون أف أف عشان حبي حبي على الدوامة تعال نبالش من خمس إكس تربيع هون هون خمسة أرقام تضرب خمسة ضرب ثلاث خمس وثلاثين إكس تربيع وإكس إكس قوة ثلاث الأولى دن يجي على قصف الثاني خمسة إشارات طبعا صحيح موجب مع موجب موجب خمسة ضرب اثنين عشرة إكس تربيع ما بيش خلص ننزل إكس تربيع ما في إش تنجع معه بتنزل هي زي ما هي هاي الخمسة إكس تربيع كملتها كاملة كيف كملتها دخلت على أول دخلت على الثاني خلصنا قال يالله اشبك شو اشبك على أربعة يالله يدعم كمل شغلك موجب مع موجب موجب فيش أقواس لما تضرب الأقواس تروح أربعة ضرب سبعة ثمانية وعشرين هون بي إكس بتنزل إكس واحدة فيش غير إكس واحدة موجب مع موجب موجب أربعة ضرب اثنين ثمانية وإكسات ما فيه وخلصنا بدلنا برو فاخمة السؤال كثير مش شوية فالضرب الفكرة بك توزع الحد الأول على كل الحدود جنبك هون وهون وهون وظلك وزع به كامل والحد الثاني بتوزعه جاينا على مساهل أطول شوية وآخر سؤالين برو راح اشتاق لكم وان رايحين يا زم آخر سؤالين حصة سريعة والله والله إنها طالت ركاض رغم من فيها معلومات مش طبعي والله إنها فري نايس الله عم قلش قاعد نمو قلت بس إنها والله ما حسيت فيها تعالوا هنا برضو ضرب بصيغة الصلاة بدي أفل إكس دوت جيل إكس ودوت هو ضرب دائما برو بحب أنا بالأول تحط القوس الصغير بحيث أرتب تمام؟ هي بس سميك ناحية نفسية هون القوس الكبير إكس قوى أربعة ناقص خمسة إكس تربية باي هذا أنا بسحب كلامي سنقعد شار هسا أخوي سنقعد هسا وان منث زاد إكس ناقص خمسة أف 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 اسمع الأربع إكس تربية هاي الأولى سنضرب باي هسا قصة هون وهون 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 قد تتجمعRun هو في الأول مع هاي موجب مع موجب أو صغة موجب هاي هاي موجب ليش مو هذو موجب وهي هاي موجب أربعة إكس هون بعتبره واحد خلاص أربعة ضرب واحد أربعة بامون عليك إكس تربيع بإكس واحدة هاي إكس تكعيب آخر لمسة موجب مع سالب سالب أربعة إكس تربيع بخمسة أربعة بخمسة عشرين إكس تربيع يعني فيش غيرها نشبك على البعدها راح نكمل ترى النصف فيش مجالي سالب ثلاث إكس برضو هون وهون وهون وين رايح وهون سالب مع موجب سالب عشان هاي سالب سالب ثلاث إكس سالب تسعة إكس سالب مع سالب موجب ثلاث ضرب خمسة خمسة عشر وبتنزل إكس هالحال إكس تربيع ليش؟ ما عندوش إكساتين جمعين بعضين سالب مع موجب هي سالب ثلاث مع إكس هاي ثلاث إكس والشو هاض؟ سالب مع سالب موجب ثلاث ضرب خمسة وهي خمسة عشر مش سؤال قصة، هسا بس في ظل لمسة بسيطة عشان انحل السؤال كامل مكمل لا يوجد أي حجة تنقص نصف علامة من أي حد برو قال لي بس خلص حفلة كلياتها تجمعين لحدود المتشابة كيف تجمع تاخن جمعك عندك XQ6 فيه عندك XQ6 غيرها لا تنزل لازم هي مين هاي 12 XQ6 وانتي باي 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 باش طبع لك بعد XQ6 شو بيجي XQ5 بدور في XQ5 لا 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 ما فيه عندك يجي XQ4 XQ4 بطيط بي هاي بي غيرها نجمع بي غير فبنزل هي مين هاي سالب 20 XQ4 ولا باي باي انا قاعد بس ودعي ترتيبك بالصورة قياسية يا فخمي بعد XQ4 بيجي XQ3 في XQ3 والله هاي لقيت فيه هاي بس فيش غيرها بنزلها تعالي هاي زايد 4 XQ3 باي باي XQ2 شو في XQ2 اها بي هاي بي هاي مع الإشارة طبعا وبي هاي قال لي ايوه اذا عندك حدين X2 X2 تربيع تربيع متشابهات لازم تجمع أو تطلع حسب الإشارة كيف يعني سالب 20 مع موجب 15 ايوه بطرح الشرط الأكبر 20 نقص 15 بتصير 5 وبي سالب سالب 5 X تربيع فانتوا وانتوا باي باي دمجتكم باجع على Xات بدي X لحالة هاي هاي سالب 9 X وسالب 3 X لازم أجمعك وأعمل دمج سالب 9 وسالب 3 بتصير سالب 12 X زي ما هي الأسس عند الضرب تجمع أنا ما ضربت X خليها وبالأخير 15 في رقام بغيره لا زي ما هيك وانا هيك بكون طلعت الجواب بأبسط صورة بعد عملية الضرب الملعبة قال لي بدك تجمع تبلش من X الكبيرة وظلك نازل نزول إذا بتلمح X ثنتين متشابهات نفس الأس لازم نجمعهما بعض دلنا أخوي 100% اللي بعده دعنا نحله ونفرتكه مع بعض أول شغلة بسم الله قوسين قوس صغير يحتوي صغير والقوس الكبير بحطه للفوق تعالوا 2 X كعيب وهذا الصلاة إن شاء الله نختم به إخواني وخواتي الغوالي على وسائل القلوب بداية نحاول نتساعد ونتشارك بالحل مع بعض أول شغلة الحد الأول بدي أدخله على كل هذولة يعني 5 X تربية ستفوت على هاي وهاي وهاي تعالوا مع بعض خمسة ضرب 2 عشرة X تربية و X ثلاثة بجمع X قوة خمسة بعدين خمسة ضرب أشارات موجب لازم يكون هناك إشارة لأنه خمسة ضرب الواحد بعتبرها واحد هاي خمسة X تربية و عندك X حبة هذه X قوة ثلاثة آخر شيء موجب مع سالب هاي سالب خمسة بثمانية هاي أربعين X تربية ما عندهوش خلاص نزل X تربية ظلك شابة كمل لا تحط أقواس بالحل ما في أقواس بس الأربع X تخش هون وهون وهون يلا مبعض بسم الله موجب مع موجب موجب أربع ضرب اثنين ثمانية X و X تكعيب X قوة أربعة الأسس عندهو تجمع موجب مع موجب هاي موجب أربع X ب X يعني أربع ضرب واحد أربعة X مع ال X X تربيع و آخر اللمسة موجب مع سالب هاي سالب أربع ضرب ثمانية ثنين و ثلاثين X X أوف أوف قصغندرا تعال خنزبط و دون رتب مع بعض X قوة خمسة في غيرها؟ لا خلنا أرتب بالأحمر هاي ساوي تنزل عشرة X قوة خمسة شو بقولها؟ باي باي راحت بس هل في X قوة أربعة؟ اهي ها فيه بنزلها زائد ثمانية X قوة ما فيش غيرها ما في X قوة أربعة توقع ما فيه باي باي X قوة ثلاثة ما في غير هاي برتبها زائد خمسة X تقعيب وبقولها باي باي see you قريبا بعدين X تربيع X تربيع وين في X آه فيه ثنتين X تربيع صدثين لقيت ثنهاي ولقيت هاي بيدا جميعك لازم سالب أربعين مع موجة أربعة آه إذا ما اختلفت الشهر بدا تطرحه شرط لكبر لكبر سالب بنزل سالب أربعين ليارا قيم أربع ليارات هاي ستة وثلاثين X تربيع بنزل اسمعوا يعني برول حبيب عندي جميع وطرح بتنزلي نفس X جميع وطرح بتنزلي نفس X فانتو وقولكو باي باي آخ بيجي X في X آه فيش غير هاي هاي سالب ثنين وثلاثين X بقولها باي باي حد ثابت ما عندي واناك بكون كتبتها الصورة القياسية الفخمة بكون فرتكتها كاملة حليت طريقة كثير حلوبة بس أنا أعطيك ملاحظة سريعة إنه لما أجمع أو أطرح برول حبيبي الغالي علي الإكسات تبقى كما هي يعني X تكعيب بظل X تكعيب X تكعيب X تكعيب X تكعيب X تكعيب X تكعيب علم معاملات شغلي على الأرقام اللي جنبهم الأرقام بس إما الضرب هذلك الضرب مشكلجي لما أضرب آهه قلنا الأرقام تضرب والإكسات تجمع إما في حال تتجمع وطرح لا تبقى الإكسات كما هي حصة مترا فخمة خذنا ثلاث موضيع بفيديو واحد حصة واحدة جمع طرح ضرب كثيرات الحدود لا تنسونا مصالح دعواتك الطيبة والله انكو غوالي على القلب جي 2008 نلقاكم إن شاء الله على كل خير والسلام عليكم ورحمة الله